قرر المجلس الأعلى للجامعات الموافقة على إطلاق منصة مودة الرقمية للتعلم عن بعد على المواقع الإلكترونية بكليات الجامعات الحكومية بشكل تجريبي وذلك على مدار العام الجامعي القادم 2024-2025 للطلاب المقيدين بالجامعات وذلك تمهيدا لاعتمادها كمتطلب للتخرج إجباري أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أهمية هذا القرار في الوصول برسائل مودة المختلفة إلى عدد أكبر من الشباب في مرحلة مهمة من حياتهم حيث يسعى هذا المشروع من خلال منصته ومبادراته المختلفة إلى تعزيز القيم والأخلاقيات لتأسيس أسر سوية قائمة على علاقات صحية